الأزمة التونسية تدخل منعطفا جديدا صراع السلطات الثلاثي بات مكشوفا للعلن ففيما تزعم حركة النهضة أن الرئيس التونسي يحاول الانقلاب على الدستور يتهم قيس استعيد الحركة التي يقودها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالافتراء والكذب وفي خضم هذه الحرب الكلامية يواصل رئيس الحكومة هشام لمشيشي مسلسل التعيينات المثيرة للجدل تعيينات يبقى حزب النهضة أكبر مستفيد منها مما يشعل فتيل معركة الصلاحيات بين سعيد والمشيشي من جديد كلها تطورات تزيد من عمق الفجوة بين الرئاسات الثلاث وربما تماهد لتعجيل حل البرلمان وإقالة الحكومة على حد تأكيد مراقبين لا سيما في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة لمشيشي واستقالة الغنوشي وعلى أمل إنقاذ البلاد من فراغ سياسي جديد تتعالى الأصوات الدعية لجلوس أطراف الخلاف على طاولة الحوار آخر هذه الدعوات جاءت من الاتحاد التونسي للصناع والتجارة والصناعات التقليدية المنظمة طالبت السلطات الثلاث بالتهدئة وأخذ دقة المرحلة التي تمر بها البلاد بعين الاعتبار لكن المعركة السياسية أخذت منحا أكثر تعقيدا خلال الأيام الأخيرة إذ اتهم نائب عن ائتلاف الكلامة حليف حركة النهضة الرئيس سعيد بتلقيه دعما أمريكيا مشبوها خلال حملته الانتخابية السابقة وذلك بهدف تعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج عام 2019 مزاعم منفتها السفارة الأمريكية في تونس بشكل قاطع وعلى إثر هذه الاتهامات قرر القضاء العسكري تونسي فتح تحقيق بهذا الشأن وتم استدعاء البرلماني كمتهم لا كشاهد على حد قوله وبانتظار نتائج التحقيق تضاف هذه الاتهامات الجديدة إلى قائمة العوامل التي تزيد الاحتقان بين السلطة الرئيس وكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بل وتؤجج المخاوف من دخول الصراع بين سلطات البلاد مرحلة لا عودة في سياق أزمة دستورية مؤسساتية عميقة وأخرى اقتصادية واجتماعية أكثر عمقا